وده يخليني أعف عند المغرب إيه اللي مختلف كابتن حسن في المغرب؟ مختلف عن إيه؟ عن مين؟ يعني إيه اللي بخلي المغرب بهذا الأداء؟ يعني رجراجي، اللعيبة، إيه اللي المغرب فعلاً أداء متميز جداً عن باقي المغرب؟ أول حاجة طبعاً اللعيبة بتلعب في أحسن أندية في أوروبا وده ليه تأثير الخبرة بتاعة اللعبة في أندية أوروبية كبيرة لما يبقى القايمة فيها عدد لعيبة محترفين كتير ده ليه تأثير المدرب طبعاً أكيد له دور شفتي علاقة اللعيبة بالمدرب وتحييتهم ليه ورفعوه قعدوا يعني فرحانين به بعد ما تأهلوا كمان الروح والإرادة وده الحقيقة يعني حاجة مهمة جداً لازم يبقى عندك الروح دي علشان تبزل أقصى طاقة ممكنة إنما للأسف يعني أنا عايز أقول طبعاً أنا بتمنى أن المغرب تكسب أسبانيا عشان كفاية اللي عملته الكورة في الوطن العربي كله إنما هتسأليني مين أحسن يعني طبعاً أسبانيا مستوى فنياً أحلى أو أكبر يعني أو أعلى أتمنى المغرب طبعاً تقدر تتخطى أو تكسب الأسبان لأن الأسبان فريق بيتحرك كويس جداً وبعدين في عدد لعيبة صغرين في السن كتير عاملين حيوية وديناميكية في أداء الفريق فهذه هتبقى يعني حاجة مهمة جداً يبقى بس أن أرجو أن المغرب ما يرهينش فقط على الدفاع قدام أسبانيا لأن الدفاع ده رهان بيبقى خطر جداً يعني طيب خلينا نكمل بالسعودية طبعاً 2 مليون مشجع 2 مليون و... ونص ونص تاريباً مشجع في مباراة دور المجموعات 96% من ساعة الملاعب النهاردة الملعب اللي هو ستة... تسعة سبعة أربعة تسعة سبعة أربعة ده خلاص هيتفك تسعة سبعة أربعة ده طبعاً كود قطر عشان بس نسبة عرفة تسعة سبعة أربعة ده كود وبالتالي كلما بتكلم قطر تسعة سبعة أربعة لعب السعودية الأكثر حصولاً للأسف على كروت صفراء في دور المجموعات 14 كارت المنتخب أسبانيا أكثر منتخبات استحوازاً على الكرة وده طبعاً نقطة مهمة نشوف اللي بعدها هنا بقى التوزيع القاري يعني أنا برضو بحب الفكرة دي عمال أقولولي كام عدد أسيا كم عدد أفريقيا هتفضل أسيا بتالي طبعاً المرة كان فيه يعني كمان كان ممكن يزيد العدد أفريقيا وحاجة يعني كانت مبشرة جداً لنا لكن انتهت المغامرة من اتنين بس من أفريقيا ليساعدوا ثلاثة من أسيا للأسف لسه اتنين خارجين منهم بيعتبروا أستراليا أسيا هي ضمت للاتحدي الأسياوي هي ثابت تقاربت أستراليا بعد أن أزلندا بس اللي بتلعب فيها دليل بالضبط فهي أستراليا بتسط على مجموعة أسيا واثنين طبعاً من أمريكا الجنوبية لجانب أمريكا المغرب والسنغال بيكرروا يعني كان الصعود قبل كده بيكرروا لتأهل تاني كمنتخبين أفريقين ومن نسخة طبعاً في 2014 صعد منتخبين أفريقين كمان كان منهم الجزائر في 2014 ونفتكر المباراة العظيمة التي اتعاملت أمام منتخب الجزائر أمام ألمانيا سنغال طبعاً خسرت وانتهت المغامرة بتاعت سنغال أمام إنجلترا بسولاسية نظيفة لأول مرة زي ما كنا بنكلم تلت دول أسياوية تسعة دولة 16 كوريا وليبان أستراليا وتلتة خرجوا تلتة خرجوا